إذن هذه الصورة التي يتكلم عنها الدكتور فيصل العواضي ما الذي تحتاجه لإضافة المزيد من خلال الرصد الحكومي ومن خلال المتابعة الحكومية كجهد أول ثم المنظمات المختلفة وخصوصا أن هناك مراكز وهناك منظمات اجتهدت كثيرا ولكن يتوقف ذلك الجهد بناء على ظروفها وبقاء حالها دون قدرة على تغطية كل تلك الجرائم نتكلم عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي وجهوده نتكلم عن المنظمات الحقوقية سام وغيرها التي أصدرت بلا قيود وغيرها التي أصدرت تقارير نوعية ولكن لفترات محدودة لا يوجد اتصال لا يوجد تناسق لا يوجد تكاملية ربما يقول بعض ماذا عن هذه الزاوية مليشية الحتي في حربها هي عمدت على إسكاة الصوت على إسكاة الصوت الصحفي وعلى إسكاة الصحفيين لكي تمارس لأنها تشعر بأن مشروعها لن يمرر إلا من خلال إسكاة الصحفيين ومن خلال قتلهم وتصبيتهم الآن مشروعها الثاني هو في مراحل المتقدمة الآن من حربها الممنهجة هي تعمل أنه سنصل إلى مرحلة أننا لا نستطيع حتى رصد الانتهاكات يعني نحن في البداية أسكتت الصحفيين يعني كانوا يتكلموا عن انتهاكات تحدث للصحفيين الآن هي تعمل بحربها أيضا بحربها الممنهجة لأنه يعني نحتاج إلى جهود كبيرة وإلى تعاون كبير بين الوزارة وكثير من منظمات المجتمع المدني نقامة الصحفيين المركز المرصد للحريات الإعلامية السهم وكثير من المنظمات وأعتقد أننا لن نستطيع نتيجة للقبض الوحشية والأمنية التي تقوم بها جماعة الحوثي ضد الصحفيين لن نستطيع أن نحصر كافة الانتهاكات ولكن لا يعني هذا أن لا نبدأ الجهود أيضا لا يعني هذا أن لا نبدأ الجهود بشتى الطرق والوسائل لكي مثلا يعني أن هناك انتهاكات جديدة يعني مثلا لا حتى الآن لم تفتح مثلا بنود يعني بما يتعلق بالصحفيين الذين تركوا أعمالهم بالصحفيين يعني أحد الصحفيين تركوا أعمالهم معيشة في مواقع التواصل الاجتماعي يتكلموا بأن هناك صحفيين مثلا ذهب إلى ترك مهنة الإخراج وذهب أنه يبيع الألقات يعني مثلا هناك صحفيين ذهبوا إلى الجبهات يعني أكبروهم مثلا صحفيين يتعرضوا للتجسس والإخضاع يعني للرقابة الشديدة للضغط عليهم من قبل أسرهم أطفالهم أبنائهم يعني تحتاج إلى عملية تكاملية بين الحكومة ومنظمة المجتمع المدني لكي نغطي بكي أيضا نسمع صوتنا أيضا هي تحتاج إلى تدخل أممي أيضا أنا لا أدري ماذا يعني الجانب الدولي لا يتطبق يعني أو لا يضغط لحرية الصحافة وهي أساسية في حسن نعم أنا سأعود إلي التقارير التي تقدم من الجانب الحكومي أو منظمة المجتمع المدني كافية لأن يتحرك المجتمع الدولي ويضغط على هذه الجماعة لكن لا يوجد أي تحرب دولي جاد فيما يتعلق بأنه هناك تعرضت لمذبحة أن الحياة الصحافية برمتها اشتركوا في القناة